يفسر شخصية البرهان تماما المترددة والمتغيرة والتي يعني بصورة مستمرة عرض للضغوط وتستجيب لهذه الضغوط وفي تقديري أخي أحمد أن هذه المبادرة هي مبادرة أمريكية أتت في وقت هذا الوقت يعني تغريبا إذا كل هذا الحراك الدبلوماسي والسياسي والمساعي التي تسوي شاملة في سودان نعم هو بتوافق أو رؤى أمريكية الرؤى أمريكية بحثة تماما وهي بدت تلاحظ بأن مشروعها الذي بدته بإسقاط النظام السابق بدأ يعد مرة أخرى وذلك كان بصورة واضحة جدا من المبادرة التي أطلقت طيبة جد والتي يعني وجدت دعم واسع من قطاعات كبيرة جدا من الشعب السوداني صاحب كذلك وده كان المقلق القيادة العودة بتاعة إيلا والحشد الجماهيري الذي لم يحدث في تاريخ السودان والاتفاف حول إيلا وأصبح المؤتمر الوطني يتكلم عن عودة مماسة لكمية من قياداته وأتبع هذا بإعلان عن اجتماع المكتب القيادي بالنسبة للمؤتمر الوطني وما تم في اتخاذه من قرارات وأصبح يمارس نشاطه فأنا أفتكر هذه الدوافع هي التي جعلت الأمريكان يضغط على البرهان لتمرير هذه المبادرة ترجمة نانسي قنقر